السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلاب اليوم حقيقة أود أحكيكم باختصار شديد طبعا عن رؤية المملكة العربية السعودية أو رؤية السعودية 2030 لماذا نشأت هذه الرؤية؟ ما الأسباب؟ ما الأهداف؟ لكن بدي أعود حقيقة بالتاريخ بعض الشيء إلى أكثر من 88 سنة كنا حقيقة آنذاك الاقتصاد السعودي الاقتصاد إلى حد ما ريعي، تجارة بسيطة، رسوم زكاة، رسوم حج، رسوم جوازات إلى آخرين أول ميزانية حقيقة أصدرت قبل أكثر من 88 عام وكانت بـ 14 مليون ريال سعودي طبعا اليوم تضاعف الرقم إلى أكثر من 80 ألف ضعف ما هو عليه اليوم الميزانية السعودية 2023 أكثر من 1.1 تريليون ريال طبعا هذا مما دعا طبعا أن الدولة يعني في أيام المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراب أنها توسع إعداد أو منهم نحية نجأت إلى فكرة التنقيب عن النفط بدأنا التنقيب في النفط في عام 1932 مع شركة ستاندر أول وفي كاليفورنيا اللي هي طبعا عبر الوقت أصبحت اليوم أرامب السعودية بدأنا أول شحلة تصدير نفط للعالم في عام 1938 هذا طبعا نقل المملكة العربية السعودية نقلة نوعية أخذت بعض الوقت لكن فعلا بدأنا نلمسها في حقبة السبعينات من القرن الماضي أسعار البترول كانت في حقبة السبعينات حوالي 3.6 دولار للبرمين طبعا نتكلم عن النفط الأمريكي وكان أن ذاك التي تتحكم في الأسعارية سبعة شركات معروفة اسمها سبعة أخوات منهم طبعا الشركات الأمريكية العملاقة شيفرون موبيل اكسون إلى آخرين في مرحلة السبعينات طبعا عندما بدأت حقيقة الإرادات وبدأ النفط العربي يدخل في الصورة فتحسنت الأسعار من 3.6 دولار إلى 12 دولار ثم 18 دولار ثم مواصلة ارتفاعها طبعا من مكة العربية السعودية حقيقة أتتها ثرور كبيرة من النفط كان من الأجدر آنذاك أن تستخدم للبنى التحتية إنشاء طرق إنشاء أنفاق جسور مستشفيات إلى آخرين بدأنا في نفس الوقت ما يعرض بالخطة التنموية الخمسية بدأنا أول خطة تنموية خمسية في السبعينات من القرن الماضي وهكذا استمرنا إلى عشرة خطط لكن دعنا نكون ماضحين للأسف إن الخطط الخمسية كانت عملية أكثر يعني تؤدي الغرض لتشغيل أجهزة الدولة الطرق الخدمات لكن وكان هناك طبعا بعض نظر فيه إننا نحنا ودنا نوع مصادر الدخل ودنا نوع مصادر الاقتصاد لإننا لا نركن إلى النفط ليش؟ لأن النفط مر بمراحل حقيقة مؤلمة صعودا وهبوطا وصل إلى مثلا في الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008 وصل إلى 147 دولار تخيلوا في نهاية نفس العام هبط إلى 40 دولار فكيف أنت من 147 دولار إلى 40 أو 38 دولار تقدر تخطط ما يقدر تخطط النمور الأسيوية في حكمة التسعينات نزل السعر إلى أقل من 10 دولار أزيدكم من الشعر بين في أزمة أو جائحة كورونا العيدة 20-20 اللي مرينا فيها قبل حوالي سنتين نزلت الأسعار إلى الصفر بل إلى الماينس بمعنى آخر أنا أقول لك خد هذه الباخرة وما فيها بس فكني منه ليه لأنه طبعا الباخرة واقفة في عرض البحر عليها تكلفة عليها أرصفة بحرية إلى آخرين المملكة تنبهت حقيقة من الأمر هذا ومن هنا أتت رؤية المملكة أو السعودية 20-30 بأنه لا يمكن المملكة العالمية السعودي أن تعتمد على مصدر أحادي للدخل إلى حد قريب كانت إيرادات النفط شكل 97% من إجمالات إيرادة بمعنى آخر يعني 7% 8-9% إيرادات غير نفطية وهذا الكلام غير معقول لأنه لا يعطي للدولة استدامة لا يعطي للدولة قدرة على التخطيط بمعنى جاءتنا فلوس وقروش من البترول ما شاء الله تبارك الله سوينا هالمشاريع سوينا هالإنفستركشور والبنية الأسعار نزلت وقفنا كل شيء وكل حاجة جمدنا فلا يمكن للدولة أن تعتمد على سواء مصدر إيراد وحيد للدخل أو سواء سلعة اقتصادية وحيدة لما يعرف به الجي دي بي أو الناتج المحلي الجمالي بالدولة من هذا المنطلق حقيقة بدأت لما قلنا 2030 الرؤية السعودية بالضبط بالتحديد في 25 إبريل من عام 2016 الرؤية ترتكز على ثلاثة ارتكازات أو أعمدة صحة التعبير الأساسية العامود الأول أن يكون لدينا وطن طموح وأن يكون لنا مجتمع حاوي أن يكون لنا اقتصاد وزدائل أنا أركز طبعا عن جانب الاقتصادي باعتبار أن أتكلم عن الاقتصاد وكذا وممكن نعرض سريعا على ماذا نعني بمجتمع حاوي وماذا نعني بوطن طموح الهدف من أن يكون لنا تستطيع أن نقبل كذا أن الرؤية بنيت أو استندت على محاور أساسية قوة المملكة القوة الرئيسية الثقة الإسلامي والسياسي نعم للمملكة العربية السعودية محبط الوحي نعم والقبلتين والقبلة طبعا لأكثر من 1.6 مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية وأيضا طبعا الحرامين الشريفين فالمركز الإسلامي والقوة الإسلامية دافع قوي لها الرؤية اثنين المملكة العربية السعودية هي نقطة ربط من ثلاثة قرار أساسية أو عيسية هي أوروبا وإفريقيا وعيسيا وبالتالي هذا يساعد على التجارة الدولية ورقم ثلاثة وهو مهم هي هب هب معنى هي موقع أو موطق قدم للاستثمارات الأجنبية سواء فيما يتعلق باستثمارات المباشرة الف دي آي فورنداري تنفيسمنت أو الغير مباشرة فهذه الثلاثة الأساسيات التي استندت عليها الرؤية ناتين الاقتصاد هدف الرؤية هي أن تنوع زي ما قلنا القاعدة الانتاجية لكن أيضا يعكس على إيرادات الدولة زي ما قلنا نحن كنا كنا زي الأسير إلى حد ما لسلعة واحدة وهو النفط طلع النفط ازدهرنا نزل النفط نزلنا معه هذا الكلام غير مقبول أيضا كانت عندنا تقريبا اللي هو الابتصاد الغير نفطي الذي لا يعتمد على النفط لا يشكل أكثر من 16% من إجمال الجي دي بي وهذا أيضا غير معقول يعني كانت مثل إيرادات غير نفطية تمثل 166 مليار وزي ما قلنا نرجع نقول الشيء أي رسوم من هنا من هناك جوازات كده لا يمكن أن تقوم الدولة على هذا الرقم سيما وهو ليس بسر أنه رواتب منظفين الدولة ومنافعهم 500 مليار سنويا يعني ما عاتوا نجب هالقروش لو نحن ما عندنا حقيقة مصادر متنوعة لده وقس على ذلك المصاريف الاستثمارية المصاريف الأخرى متعلقة بالدولة إذن الهدف هو تنويع مصادر الدخل الهدف هو إيجاد مصادر أخرى الهدف هو إحياء حقيقة فروع أو أفرع من التساط خلينا نكون واضحين كانت زي ما يقولوا مهدي السرعة منها على سبيل المثال السياحة منها على سبيل المثال الترفيه منها على سبيل المثال الخدمات اللوجستية منها على سبيل المثال تقنية الاتصالات والمعلومات وغيرها من قطعات هذا تطلب من الدولة حقيقة عدة اعتبارات أولا أن يكون كفاءة الانفاق أولا تقول لي طلعت ما كان في كفاءة لا ما كان في كفاءة الانفاق لأنه كان الانضباط المالي عندنا مهم كنا دائما ما يعرف بي يعني الفرق بين ما هو مقدر في الإرادات عفوا في المصاريف والمصاريف الحقيقية يعني أحيانا كنا نتجاوز الميزانية 15 إلى 20 إلى 25% هذه ما صارت ميزانية صراحة ولا سار انفاق في كفاءة ولا سار في انفاق من ضبط إذن الانضباط المالي مهم كفاءة الانفاق مهمة تعظيم الإرادات الحكومية مهمة لكن أيضا المهم والأهم من ذلك هو الاستدامة المالية ما تقدر في سنة عندك فلوس أصرف ما عندك فلوس اربط العزام هذا الكلام غير مقبول ماذا وعشان كده طلع برنامج موازي من أحد برامج الرؤية المهمة جدا في بداياته اسمه التوازن المالي التوازن المالي محاسبيا يعني زي نقطة التعادل لأنك انفاقك أو نفاقاتك تساوي إراداتك ونحن عشنا يعني مرحلة أبنائي وبناتي من العجز كانت مريدة حقيقة يعني كان 2015 من أسوأ في حينه طبعا من أسوأ العوام من لمرة المملكة العربية السورية أعلى دين عام وأعلى عجز مالي وكانت إشكالية كبيرة بالنسبة للدولة في الجانب المالي واستمرنا في رحلة العجز حقيقة إلى سنة من عام 2014 كان فائد في الميزانية واستمرنا تقريبا إلى العام 2021 وهكذا وعام الجائحة إلى آخرين فوصلنا ولله الحمد ببرنامج اللي هو التوازن المالي في الربع الثاني أو الثالث من العام الماضي 22 إلى بدء الفوائض المالي ستقول لي أنه صحيحا نتهينا بعز وكان نتهينا بعز عقل بكثير مما كان متوقع بسبب وجود الفوائض المالية إذن إحنا سبقنا التوازن المالي وأتمناه الله الحمد تحول البرنامج من برنامج التوازن المالي إرادات التوازن مع النفقات إلى الاستدامة المائية اليوم نحن نعيش حقبة أو برنامج التوازن المالي وليس التوازن المالي والحمد لله أنهينا العام الماضي بمئة واثنين مليار كفوائد مالية ومتوقع إن شاء الله في العام الحالي 2023 أن نكون 16 مليار لماذا يختلعت أو يا والدنا إذا حبيته هالفرق ما بين مئة واثنين ومئة وستة عشر لأن المعطيات تختلف المعطيات تختلف الاقتصاد العالمي الآن يعيش في ضبابية يعني ما أحد يقدر يقول لك كل الاقتصاد العالمي أين يتجه وعشان كلا صندوق النقد الدولي الـ IMF وأيضا الـ World Bank اللي هو البنك الدولي أحيانا يغير توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بأكثر من مرة لأنه في ضبابية بالنسبة للإنفليشن أو ما يعرف بالتضخم يعني مثلا لو خدنا الولايات المتحدة الأمريكية من 42 عام لم يصل إلى ما وصل إليه في عشرة الآن نعم بدأ في الانخفاض لكن وصل إلى دبل دجة ما يعرف بالخانة المزدوج وهذا أمر خطير في عشرة في المئة والاتحاد والبكس هذا هناك ضبابية طبعا ما ننسى كمان ما يعرف بالجيو بوليتيكل اللي هي الأمور السياسية النزاع الأوكراني مع روسيا هذا يدون أدنى شك ألقى بضلاله سواء على قطاع الطاقة أو على الغذاء الآخري وأمور أخرى طبعا متغيرات المناخية وعشان كده حكاية كوب 27 وكوب 26 والكوبات التي ستعقد لها علاقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي إلى آخرين طبعا الرؤية هذه التي سوتنا الرؤية هذه عندما انطلقت زي ما قلت والله العمد في 25 أبريل من عام 2016 مضى عليها واحتفلنا بمرور خمس سنوات عليها ولانا نحن داخلين في ما تبقى من الرؤية نحن نتكلم على سبع سنوات لمسنا فرق كبير حقيقة أولا لأول مرة أن الدولة يكون لها ميزانية أنا أقول محكمة أو محكمة بمعنى آخر أولا بعدنا عن النظرة نحن نخطط السنة ونشوف أبعد منها هذه كانت شكالية اليوم لدينا تخطيط متوسط المدى يعني من ثلاثة إلى خمس سنة وبالتالي أنا أعرف فين رائع وأحط بوصلة فهذا عمل لي نوع من الضبط المالي تجاوزنا زي ما قلنا للمشكلة الضبط المالي تحسن كثير جدا عن ما كان عليك صحيح أنه يعتيك بعض الحالات الخارجة عن إرادة ولكن في الحالات التي أنت تتحكم فيها لا تزال إرادة مصاريفك منضبطة حسب ما هو مطلوب الأهم من ذلك الإرادات النفطية تضاعفت بثلاثة مرات مما كانت عليه قبل ما ندخل في هذه الرؤية يعني نحن يوم نتكلم على في الرينج من 300 وأكثر وبسور في الإرادات غيره إذن تضاعفت عن ما كانت عليه زي ما قلنا في 166 مليار الأهم من ذلك وذاك هو العجز وصلنا في عام 2015 عجز الميزانية للناتج المحل الإجمالي 15.9% وهذا يعتبر عجز كبير جدا في عام 2019 حبطنا من 2015.9% إلى 4.5% وهذا معقول لحد ما الآن نحن الطموح حقا أن نصل في خانة الـ 2.2% إذن هذا تحسن كبير فيما يتعلق بالعجز المالي بالنسبة للدين العام لا يزال الدين العام في مستويات معقولة نتكلم نحن أقل من 30% من الجي دي بي بينما في دول من الجي تونتي مجموعة دول 20 يتجاوز الدين العام حقها جميع ما تنتجه من إنتاج وهو ما يعرف بالناتج المحلي الجمالي. إذن أنا أعتقد أنه وفقنا في هذه الرؤية العظيمة لعدة اعتبارات إلى جانب الانضباط المالي إلى جانب الاستدامة والتحطيط المالي لكن أيضا برأيي تحريك كثير من القطاعات الاقتصادية أنا ما قلناهم لكن كانت مادية السرعة منها التعديل يعني اليوم التعديل لو خدنا التعديل فقط قطاعنا نتكلم على خمسة تريليون ريال غير ما نحن ما نسميه الاقتصاديين اللي هو أن كل ريال وكل دولار بتنفقه بيخلق لك دولارات متعددة. إذن هذا قطاع التعديل بدأ ينشط بقوة. السياحة السياحة فقط أو الترفيه بالأحرى خلق لنا وظائف أكثر من مئة وتمانين ألف وظيفة. وهذا مهم جدا وهذا يعانج لنا ملف البطالة. وصلنا في البطالة في عام الفين وسبعة عشر بالتحديد اتناعشر فاصة سبعة من عشرة بالمئة. بل وصلنا في الجائحة أكثر من خمسة عشر في بطالة. اليوم نحن نقف على أعتابه لله الحمد تمانية عقل من تمانية في المئة الطموح نصل إلى سبعة في المئة في عشرين تريفين. إذن تنوي على اقتصاده لله الحمد نجحنا فيه. إذن ترشيد الإنفاق وضبط الإنفاق نجحنا فيه بشكل كبير. ووصلنا إن شاء الله سنصل إلى بر الأمان إلى ما يعرف بالاستدامة منه. نعم لا يزال النفط لاعب رئيس لكن أضمنكم في الربع الأول من العام الحالي النتائج كانت مبشرة لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية يتجاوز نمو الإرادات غير النفطية الإرادات النفطية. نمت بتسعة في المئة بينما على حساب زي ما قلنا الإرادات النفطية. أختم أقول نحنا لا نقول ما نبغى النفط لا بالعكس. لكن أرجع لحديث سيدي سمو الأهل. الله يحفظ لنا. محمد بن سلمان. عندما في مقابلة مشهورة عندما سأل هذا السؤال هل نستغناء؟ قال لا الفكرة ليست استغناء عنه. الفكرة أن نحول كل دولار وكل قطاع إلى نفط. وهذا زي ما قلنا السياعة الترفيه اللوجستيك على النقل وغير من القطاعات. أرجو أن أكون إن شاء الله فبتكم في هذه الشرح تاريخ الاتصاد السعودي. ولأين متجهين. وكيف تأثير الرؤية بمحاورها الرائعة الجميلة على التنويع الاقتصادي والقاعدة الاقتصادية. وأيضا تنويع الاردات من نفطية وغير نفطية. وأيضا وأخيرا خلق الوظائف وخلق وما يعرف به الاستدامة المالية. طبعا لو اتكلمنا على المبادرات في الاقتصاد المعلي فهي كثيرة. حاجتها قد يصعب أن نحن نتكلم عنها بالتفصيل. لكن أنا أعتقد أهم شيء في مبادرات الاقتصاد السعودي هو التنمية وتنمية العنصر البشر. لأنه اليوم العنصر البشر هو رعس المال. قد ما يكون عندك عدة وآلة وكذا. وطريق العنصر البشر يعمل اليوم حقيقة بناتنا وأولادنا يبيض الوجه. ونسب البطالة زي ما قلنا حقيقة وصلت تقريبا إلى المستهدف سبعة في المائة. يعني اليوم نتكلم في الربع الأول من العام الجاري عشرين ثلاثة وعشرين. سبعة فاصل تسعة من عشرة بالمائة. والهدف أن نصل الى سبعة في المائة. أنا متأكد هنصل قبل ذلك. إذا ما كان عدل الهدف الى خمسة في المائة مثلا. نأتي مثل مبادرات الاقتصاد الإسكان. خلينا نكون واضحين الإسكان كان من أعقد وأكثر ملف شائكا. كان الانسان السعودي ومواطن السعودي ينتظر خمسة عشر سنة إلى أن يحصل على القرد. اليوم يحصل على القرد أونلاين في دقائق. فهذا اختلاف كبير حقيقة مما كان عليه الوضع. بالتالي حسن من نسبة الإسكان. من الطموح كنا من سبعة وربعين في المائة إلى اثنين وخمسين في المائة. وصلنا ستين في المائة في عشر عشر. فإذا التعامل مع ملف الإسكان أمر مهم. إذا هذه خدمة الاقتصاد للمواطن. اليوم عندما نشوف شبكات الطرق. اليوم لدينا شبكات طرق ما بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية والبلديات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. نصف مليون كيلو طولي. وهذا يعتبر رقم قياسي. بل أزيدكم من شعر بيت. المملكة العربية السعودية هي الدولة الأعلى على مستوى مجموعة الجي توينتي فيما يعرف بترابط شبكات نمناتي للبعد الدولي. كلها طبعا بتنعكس على البعد الدولي. انك انت مثلا انت من أكبر المانحين فيما يعرف بصندوق الصندوق الدولي الامف انت أيضا داعمين للولد بانك وللمنظمات الأمومية من أكبر الدول المانحة. إن لم نكن الثاني الثالث فنحنا في الثلاثة الأوائل من الدول المانحة. فهذا أمر مهم. لعله من الأمور اللي حقيقة انعكست الاقتصاد السعودي. والحكمة القيادة السعودية. هو ملف الطاقة. لأنه ملف الطاقة هو القلب النابض للاقتصاد العالمي. فالمملكة من خلال حقية الجهودة العظيمة. سواء فيما يتعلق من خلال أوبك تحسد في عام الفين عفوا عام في الستينات الميلادية من القرن الماضي. أو أوبك بلس في عام الفين وستعشر. وهي يعني جاهدة لأن تكون أسعار النفط متوازنة. كما يقول لا ضرر ولا ضرر. لا المنتجين ولا المصدرين. كالمملكة العربية السعودية بقيطة الأعضاء. سواء في أوبك أوبك بلس. أو المستالكين من دول عالم. فنجحت في ذلك في الموازنة ما بين يعني الطرفين. طرفين معادن. صحيح التعبير. أيضا المملكة العربية السعودية بمؤشر دولي. هي من أوائل الدول على مستوى العالم تركض فيما يعرف بالطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة. ومن بين الدول على مستوى العالم الأولى فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات. انتم عارفين الكربون وثاني تشهد الكربون إلى آخر. فهذا برضو سيخدم المملكة عالميا في ملف ما يعرف بالطاقة المتجددة. أيضا المملكة اثبتت حقيقة المجددات فيما يعرف بالسعودية الخضراء بعشرة مليار شجرة. إضافة إلى الشرق الأوسط الأخضر باربعين مليار شجرة. وبالتالي هذه خمسين مليار إجمالية ستخدم حقيقة الطبيعة والتغيرات المناخية. الحديث يطول عن مملكة ويعني أيديها حقيقة البيضاء الممتدة. وأنا دائما أقول في جميع مقابلاتي. خير المملكة يخص مواطئة. طبعا هذا بطبيعة الحال. ولكن أيضا يعم العالم والبشرية تأجمع. لو تحدثنا على الأزمات العالمية سأعطيكم مثلين. الأزمة المالية العالمية في منتصف 2008 الغلايدة. اللي هبطت بأسعار النفط من 147 دولار إلى 40 دولار. أيضا الأزمة التي حصلت أيام أبان النمور الأسوية عندما هبطت أسعار النفط في التسعينيات من القرن الماضي إلى أقل من 10 دولار. تدخلت المملكة العربية السعودية حقيقة. وكان هناك اجتماع مشهور في حق التسعينيات يعني أبان النمور الأسوية ومشكلتها ما حصل مع دول ثلاثة منها ما هو في منظمة أوبك ومنها ما خرج أوبك وعمل التوازن في الأسعار. نفس الكلام عندما ترتفع الأسعار كيف المملكة زي ما قلنا تتدخل وتحاول تهدي الأسعار. المملكة لا تستهدف سواء أوبك أو أوبك بلص أن هي ترفع الأسعار بأكثر مما يكون سعر مناسب ولا يضر في الاقتصاد. أيضا لا يضر لا للمنتجين ولا المصدرين أو المستهلكين. من أبرز المواقف أيها اللعبتها المملكة العربية السعودية جزاها الله خير ويرفعها العقال جائحة كورونا. جائحة كورونا المملكة أثبتت للعالم أجمع. وكانت أزمة لم تمر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية. والألف الونزة التي أصابت آنذاك الحرب العالمية الثانية. المملكة سطر لها وهذا ليس كلام طلعت أو كلام محلي أو الاستهلاك المحلي منظمة الصحة العالمية. قال سكرتيرها العام في إحدى تغريداته العالم كان يطلب من العالم أن يحتذي حذو المملكة العربية السعودية في معالجة مواطنيها والمقيمين على أرضها الطاهرة بما في ذلك مخالفي نظامي الإقامة والعمل. كيف هي قدمت العلاج. كيف يعني حجم ما أنفق. أنا أقول منفق ومنستثمر. من أموال في المواطنين لتعامى هذه الجائحة تجاوز 420 مليار. طبعا هذه عدة اعتبارات. منها يعني تعوضات للموظفين الذين قطعوا عن أعمالهم. منها للمستثمرين. منها مستحقات للشركات. إلى آخرين. لكن هذا الخير امتد إلى العالم. كيف؟ المملكة العربية السعودية لدول كبير حقيقة. إما أمنت لهم الاكسجين. أمنت لهم اللقاحات. الدولة الوحيدة أو من القلائل على مستوى العالم التي لم تتبع سياسة منعر بالسياسة القطيع. الهيرد منتالي. أنه والله خلي ما عليش يعني نسبة من الشعب يتأثر وكذا. على أن يسوي يقول لك مناعة ذاتية. المملكة العربية السعودية لم تعترف بالكلام هذا. وأول حقيقة نظهه لسيدي خادم الحرامين اشتري في الله يحفظه. ملك سلمان بن عبد العزيز. قالها الإنسان أولا والاقتصاد الثانية. وهذا فعلا ما حصل. لعله من التأثيرات العالمية حقيقة المملكة العربية السعودية. استضاف ما يعرف بالجي تونتي. اجتماع الجي تونتي في أصعب. وأحكى الزروف. اللي هي جائحة كورونا. وكانت أنجح اجتماع لها. افتراضيين. على مستوى المجموعة منذ أن انشأت وأسست. في عام 1999. ليس ذلك. فحسب. جميع قراراتها التي. وهذا يندر حقيقة السواء في الجي تونتي أو في غيرها. أخذت بالجدية. وأخذت عرفيا. وبدأت تنفيذها. فإذا تعثير المملكة. داخليا. اقتصاديا. اجتماعيا. صحيا يؤثر. بما في ذلك. ها. إسلاميا. لأن المملكة العربية السعودية هي قلب الإسلام. وهي حكمة حقيقة. حكمة السياسة. ليس فقط الخليجية. ولا العربية. والإقليمية. لكن الحكمة العالمية. ولعل ما يثبت وإن كان موضوعا ليس سياسي ما حصل في الشقيقة السودان بين الفرقاء. وكيف احتضنت المملكة هذا الموضوع. ودعتهم باجتماع مع أمريكا. وحقيقة أمور كثيرة. أيضا تدخل المملكة في موضوع الأسرى ما بين الأوكرانيين وبين الروسيين ومن عدة جنسيات. وكيف عملية الإجلاء. تجاوز 22 عملية إجلاء بجسور جوية وبرية وبحرية. لنقل ليس المواطنين فقط المواطنين وغير المواطنين في ظروف يعني تنازع في السودان كانت قاسية. أعتقد المملكة العربية السعودية فعلا أختم وقول خير يخص لمواطنية والمقيمين على الأرض الطهرة. ولكن أيضا خيرها لعم العالم أجمع.